التاني وحتى خمسة عشرين تشرين التاني مع علمة الفلك جمعنا ابيسي اهلا وسهلا جمعنا وبرج الحمل. برج الحمل وصلوا ميل هالاسبوع ودائما من برج الحمل ازا وصلوا ميل كريم يعطي غيره فعليك تعرف مين تعطي مولودة الحمل انت لو نصحتك ما رح اسمع نصيحتي بس انت ماشاء الله عليك جيك ارزاق حلوة خلال هالاسبوع ممكن شي من الماضي ممكن شي صار صدفة وصار عندك ربح صدفة فحتفرق ربع المال على اهلك او مقربين لقلك. بالنسبة لمولود الصوت تمضي على وراء مهمة وهالوراء بتخص بنوك تخلص معاملات بنوك وهيك وتخلص اما بتصفي حساباتك اما بتحط حساباتك بالبنوك. بالنسبة لمولود الجوزاء امورك العاطفية مستقرة خلال هالاسبوع واخيرا صار فيه تصالح بينك وبين الشريك مجددا وانا بنصحك ببقى تعمل مشاكل معه لانه هو ما بيستاهل ابدا انت دايما الهوى تاعك او دايما بتبلش بالمشكل فخلي الهوى تاعك نسمي هالاسبوع ومرق له بعد الاكاذيب ما بياثر ملح الرجال كذب هو ملح الرجال يعني انا لقى صوت الرجال مش المره حتى المره كمان ملحه كذبه بكون ملحه يعني بصيره متل ما بدك بالنسبة لمولود السرطان مفاجآت عاطفية ان شاء الله اشخاص جيينك من برا كمان بتنبسط فيهم وناسبة سعيدة بارض البيت ممكن تلبس المحبس ممكن تلبس المحبس مولود السرطان مولود الاسد بعد التطورات بحياتك النفسية بحياتك الشخصية بهنديمك بشاكلك الخارجي وهيدا بتضيف جيزبيله اليك وبتعطي جيزبيل الاخرين لحتى يصير في بينك وبينهم تعامل مشترك بعمل ما وبتلفط الانصار كل من حولك انت جميل جدا مولود الاسد بس احيانا ما بتعرف كيف تلفط الانظار فهالفترة هتغير كل شي بحياتك الخارجي يعني ما كان يمكن عندك وقت او ما كنت فاضي فحتجزقين من حولك رجانا ونساء رح يصير عندك عدة امور تقوم فيها خلال هالاسبوع بالنسبة لمولود العزرة بعد التطورات كمان المادية ان شاء الله مثلك مثل الحمل ولكن مش هتفرق منه لا لانه انت عندك ضائقة مالية وبدك كأنه تدخير وتخزين بعد المال لانه مش عارف شو بخبيلك بكرة لانك عناتي كتير وانا بطلب انك التدخير والتخزين بعد المال لانه ما بيعرف الواحد شو بصير عارف خاصة انت العزرة مع انه بقلك انك انت ما بتحتاج ما بتحتاج بتطعم الكل قبل ما تاكل لانه انت الكوت انت الامح انت الخبس اما بالنسبة لمولود الميزان مشاكل كتير بحياتك العملية ممكن يخليك تترك شغلك لا تفتش على شغل اخر او تقدم استقالتك انا معك بهذا الموضوع لانه خلص لحد هون وبس وصلت لحدودة فانت ما بقى فيك تتحمل وفي الهيئة مؤامرة كبيرة عليك فهيك تترك هالمؤسسة لانه في عندك مؤسسات ممكن تقدم عليها ويصير عنده قبول اما بالنسبة لمولود العقرب عندك مشاركة بدتهم ان شاء الله داخل ارضك خارج ارضك بس على مشروع ممكن يكون مطعم ممكن يكون قهوة ممكن يكون مش استرادوا تصدير في شي بخص الاكل هيدا رح يكون عندك خلال هالاسبوع وبعد ما وليد العقرب هيكون عندهم تصالح مع نفسهم ومع الاخرين يعني انهم بحيث السلام احسن من الحرب مولود العقرب اما انت مولود القوس همومك كلك ببيته وراء ظهرك هلا عم تستقبل الحاضر والمستقبل بامل كبير انك تستعيد قوة تستعيد اسمك تستعيد شهرتك اللي كنت فيها بالماضي ان شاء الله والامور رح تكون على احسن ما يرام طلا محطيت براسك هيدا الشيء اشتغل عليه لانه الاجابيات ممكن تشغل معك وتوسك للبتكية اما انت يا جدي عندك مناسبة سعيدة بالبيت نجاح لأحد افراد عائلتك او ترقيه لأحد افراد او لزوجك لشريك حياتك بالبيت او للي مولود الدلو صفراتك ما شاء الله من بلد لبلد صفرتين بنفس الوقت ودول الاجنبيه لانه هو بحب البلاد التلاج بحب بينطر شتا لحتى يسافر بينطر شتا طعب في شو اللي بيسافر بالشتا بينطر اللي حتى يرجعوا اللي راحوا عالصيف بيروحوا عالشتا فمنشانك ما بحب العشق ما بحب يشوف حدا وعفكرة مولود دلو انين شوي خاصة المرأة بتحب نفسها بتحب تسافر لوحدة وبحب تاخد معاها فمنشانك بتنطر اللي يجو بالصيف حتى هي تروح حتى ما تشوفوا مبرا فاما بالنسبة لمولود الحوت بعاكسها هيدا الموضوع عكس دلو بتحب تاخد معاها الجوة كلها اذا سافرت ولكن هالاسبوع للاسف ما في سفر عندها عنده او عندها عند بعض الاعمال بده تقوم فيها بده تخلص بعض الاشياء شركات وعكارات ورسوم عكارات بده تخلصها هالاسبوع بده في عنده دفع رجل او المرأة في عنده دفع على العكارات القديمة في تخلص معاملات اشتركوا في القناة